المترشحون في قواعد سلوكيات التأثير والإقناع تبرز الكلمة كأداة فاعلة توضع في قالب اسلوب مرن من الخطابة المباشرة وغير المباشرة طمعا بإحداث استجابة فعلية ومؤكدة لتوجه فكر معين أو رأي ما يبذل متبني عظيم جهده لليل رضى المحيط واستمالة الفئات المستعدفة وكسب ثقتها الدعاية الانتخابية بأنواعها تعتبر السبيل الأمثل للمرشح في الإعلان عن ذاته فإما أن تكون على شكل لوحات وزعت على قوارع شوارع رئيسية وأخرى فرعية تدخل ضمن نطاق مجمعات دائرته الانتخابية تحوي صورة المرشح بأبهى طلته يرافقها جمل وشعارات يعزم على إتمامها في حال حالفه الحظ بنصر مؤكد أو عبر مقارة انتخابية تستقطب الناخبين وتجذبهم وتسرع من عملية اتخاذ القرار حول من وقع عليه الاختيار في منحه الصوت الذي يستحقه أن التفاعل الحاصل من حيث الجانب الحضاري والثقافي بعرض المشاريع أهم شيء هو عرض البرنامج الانتخابي لجذب الناخب ولإقناع الناخب بأن المرشح هو الأوسع حظاً والأكثر تأثيراً المقر الانتخابي هو المحوى الرئيسي الذي بين الفترة السابقة وبين الفترة القادمة للانتخابات هنا يعرف الجمهور مرشحة واحد اثنين يقيم الجمهور مرشحة ثلاثة يبع في فكرة من سوف ينتخب وعي الناخب وفهمه الحقيقي لما هي الصفات التي من الواجب أن تتوافر في من سيمثله بالمجلس النيابي أو البلدي وقراءته الشاملة لما بين الخطوط العريضة لفحو برنامجه الانتخابي وجديته المطلقة في ترجمة نقاطه مستقبلاً على أرض المنجز العملي أمر سينبئ بمجيء عدد من الأعضاء الفاعلين ممن يعول عليهم الكثير في نصرة قضايا الوطن وحمل هموم المواطن وتلبية طموحاته وتحويل أمنياته إلى واقع المحقق أولاً أن يكون ذو خلق وذو دين أن هذه قاعدة الأمر الثاني أن يكون عنده علم في ما سيريد أن يصل إليه مثل أن يكون عنده علم في السياسة يستطيع أن يتكلم وعنده علم في الاقتصاد وعلم في الاجتماع وكذلك يستطيع أن يعرف الأدوات التي من خلالها يستطيع أن يوصل صوت المواطن الدستور كيف للمرأة أن هي تشارك في العمل السياسي اللي هو الانتخابات وفي البرلمان وطبعاً هو واسر رجال مع المرأة وهذا عمل كبير عندنا هنا في البحرين وطبعاً إن شاء الله هي راح تشارك في المجلس النواب المقبل وطبعاً راح تشارك في اللي هو 24 نوفمبر يوم الانتخابات اللي المفروض تكون عنده ذم وضمير تجاه رب العالمين ومن ثم تجاه أهله وأصحابه واللي حوالينا في المنطقة قابل الله يفكر يرشح روحة أو ينوي يرشح روحة فإذا هذه الصفات حصلوها في واحد شافوا مننا والتمسوا مننا هذه المواقف فبذن الله وإن شاء الله شو بيكون أهو المستحق الوحيد إذن يبقى الناخب هو الرقم المؤثر في إحداث الموازنة المطلوبة داخل محطات العملية الانتخابية وهو العنصر الفاعل في جوف معادلة لا يمكن الخروج بنتائجها المرجوة إلا إذا شارك بعقله قبل عاطفته في يوم ستزداد فيه حدة المنافسة لمن سيظفر بأكبر عدد من الأصوات وفي سبيل ذلك ستستنزف الأدوات وستبذل أقصى الجهود لتلفزيون البحرين محمد رشادات